بعد مقتل العاملين في مجال الإغاثة الدولية تم الحديث على أن إسرائيل تستخدم أو تعتمد في بعض العمليات على الزكاء الاصطناعي ما المقصود بذلك؟ يعني الزكاء الاصطناعي كما يستخدم في عمليات الاستخبار استخبارات في معظم الأجهزة العالمية هو للتدقيق في الهويات وربط الإخباريات والمعلومات بعضها ببعض لترى الأجهزة ماذا يمكن الاستنتاج عبر الذكاء الاصطناعي من عدة معلومات تتقاطع في موضوع معين طبعا هذا الذكاء الاصطناعي يوفر عمليات حسابية وعمليات قراءة تتطلب وقتا طويلا لكنه أثبتت النتائج أنه ليس بالدقة المطلوبة يعني يبقى العقل البشري هو صاحب القرار وصاحب الدقة الحقيقية لكن طبعا أهمية الذكاء الاصطناعي هي في السرعة في معالجة وقراءة المعطيات وسرعة الاستنتاج ويعود للعقل البشري التأكد من صحة هذه الاستنتاج أن هناك قد تكون هناك كلمة تغير المعنى في أحد النصوص التي تتقاطع من أجل معلومة معينة بحاجة إليها أجزة الاستخبارات نعم وهذا الأسلوب غير معتمد عليه في مثل هذه العمليات أو في الحروب حتى الآن نعم حتى الآن وإذا كان معتمد عليه فهو عمل أجزة الاستخبارات تعمل به وتتوصل إلى نتائج ومعلومات وتعطيها للقيادة العسكرية العملية العملياتية لكي تستخدمها في العمليات إذا كان الذكاء الاصطناعي قد استخدمها في عملية قصف المطبخ المركزي وعناصره فهو حتما قد التقط شيئا ما ولكن الدقة لم تكن صحيحة وأن كان هناك بحاجة إلى عقل بشري لكي يعرف أن هذه السيارات الفخمة المصفحة والتي فيها سبع عناصر وعليها إشارات المطبخ وحسب ما سمعنا في الأنباء أنها مستقب مع الجيش الإسرائيلي لو كان هناك عقل بشري فوق هذا الذكاء الاصطناعي لما حصل هذا الحادث إذن لماذا قامت إسرائيل بمعاقبة بعض الضباط بأحالة عدد قليل إلى التقاعد أو وقف عن العمل لعدد آخر يعني يجب أن تقوم بذلك منذ زمن طويل على كل المخالفات طبعا إسرائيل تحملت مقتل 33 ألف فلسطيني بينهم نحو 20 ألف طفل وأمرأة لم يتحرك أحد في العالم بما فيه الكفاية من أجل وقفها أما سبعة من جنسيات بريطانية وأوروبية وأمريكية فهذا يحرشها جدا لأن هؤلاء لهم أهل ومعارف وأصدقاء في بلادهم حتى الآن الحكومة البولندية مثلا تريد المشاركة في التحقيق وهذه أول مرة بتاريخ إسرائيل دولة تطلب أن تشارك الأجزاء الإسرائيلية التحقيق وكما أن رئيس المطبخ المركزي قال أنه لا يثق بالجيش الذي يحقق فيما فعل عناصره يعني هذا أثار الكثير ومقرها في واشنطن وصاحبها أو رئيسها صديقه للرئيس بايدن يعني هم تكبوا جريمة ضد أشخاص نافذين في العالم أيضا بريطانيا تحركت بعدما تحركت الرأي العام الإيراني وضغطه على وزير خارجية من أجل الضغط على إسرائيل لكي تقدم تفسيرا منطقيا لكن الأخطر في موضوع أن باتت إسرائيل تطالب بالشراكة بالتحقيقات في مثل هذه الحوادث وهذا أمر يمس السيادة الإسرائيلية التي دائما كانت إسرائيل تمتنع عن مسيحها عندما قصفت عام 1967 باخرة التجسس الأمريكية لبرتي قبلة الساحل الفلسطيني في البحر المتوسط وقتل 30 أمريكيين لم يجرؤ الأمريكيون على طالب تحقيق مشترك سوى تحقي إفادة واعتذار عن خطأ من إسرائيل إذا انتقلنا إلى التهديدات من جانب إيران بالرد على ما قام بإسرائيل على الكنسولية الخاصة بها في دمشق وأيضا إسرائيل تقول بأنه إذا هجمت سيكون لديها رد ما المتوقع خلال الفترة القادمة بين الجانبين؟ يعني حسب ما ورد في العلم الإسرائيلي هناك أمران الأمر الأول هو استنفار في السفرات الأجنبية والمفوضيات الأجنبية في الخارج والعلام الإسرائيلي تحدث عن استنفار وأخلاء في 27 بعثة إسرائيلية خارج إسرائيل ممكن انسنادا لهذا الإجراء أن تكون إسرائيل تتوقع هجوما على أحد بعثاتها الدبلوماسية ردا على هجومها على بعثة دبلوماسية إيرانية داخل سوريا الأمر الآخر هو إمكانية استهداف الداخل الإسرائيلي ولهذه الغاية علن إسرائيل استنفار القوات الجوية والدفاع الجوي وقبة الحديدية كما ألغت الإجازات واستدعت الاحتياط في الدفاع الجوي للخدمة لكي تضمن أن القبة الحديدية ومنظومة الدفاع الجوي تعمل بكامل طاقتها للتصدي لأي خرق لأجواء الإسرائيلية إما من طائرة بدون طيار أو من صاروخ كروز أو صاروخ بلستي يصل إلى هدف معين إذن هذه الأخطار هنا أما في حال نجاح إيران في قصف هدف إما خارج البلاد أو داخل البلاد الإسرائيل فإن حتما إسرائيل كما قال وزير الدفاع جالند سوف ترد هنا نتحدث عن الإمكانية الإسرائيلية هناك الإسرائيل إمكانيتان الإمكانية الأولى هي طائرات F-35 في حال تم تزويدها بالوقود جوا وهذا التزويد بالوقود جوا سوف يتم فوق الأجواء الأردنية أو العراقية أي فوق أجواء عربية وبوسائل أمريكية وممكن أن تصل كون هذه الطائرة الشبحية إشارتها ضعيفة جدا على الرادار وحسب ما أعلن أنها يمكن أن تحلق فوق إيران من دون أن تكشفها أجهزة الرادار والإنذار الإسرائيلية الإمكانية الثانية هي الغواصات الألمانية التي تنشرها إسرائيل في منطقة بحر عمان وشمال المحيط الهندي على الحدود المائية مع إيران ممكن أن تطلق من هذه الغواصات صواريخ باتجاهها الداخل الإيراني والمعروف أن الغواصة في حال كانت ثابتة يعني من الصعب كشفها بجهاز الصنار البحري أو أي جهاز آخر ويمكنها أن تطلق القذائف الصاروخية والطوربيدات إلى الداخل الإيراني طيب إذن كيف ستكون حسابات إيران عندما تقرر أو تستهدف شيء معين يعني طبعا إيران عندما ترد سوف تكون يعني وضعت حسابات الرد الإسرائيلي نعم المهم بالنسبة لإيران وأعتقد أيضا بالنسبة للولايات المتحدة وإسرائيل أن لا يتدحرج هذا الرد إلى حرب شاملة تشمل يعني أطلاق وابل من الصواريخ أو وابل من القذائف على إسرائيل وفي المقابل وابل من الصواريخ من إسرائيل إلى دجاه إيران والغراض الجوية هذا الواقع المواجهة الشاملة أعتقد أن الولايات المتحدة وإيران تحصن على عدم الوصول إليه ومن هنا كانت الرسالة الخطية التي أرسلتها وزارة الخارجية الإيرانية عبر السفارة السويسرية إلى الولايات المتحدة الأمريكية أي أنه سيكون هناك رد للانتقام من مقتل عناصر قيادة حرس الثوري في القنصرية الإيرانية في دمشق لا أكثر ولا أقل وهل هذا دارج أن يتم إرسال رسالة بأنه سيكون هناك رد رسالة رسمية؟ لم يكشف عن مبمون هذه الرسالة لكن ما كشف عنه الوزير الخارجية الإيراني أنهم أرسلوا رسالة خطية إلى السفارة السويسرية وهي ترعى مصالح الولايات المتحدة الأمريكية في إيران حتى الآن هذا هو الاتصال الوحيد الذي لا نعرف ما مضمونه بين الولايات المتحدة وإيران حول العمليات الرد على قصف القنصرية الإيرانية في دمشق ترجمة نانسي قنقر